أكتم بالله العظيم أن أقول أنك مستكن بكتاب الله وسن في رسوله مطلطا لديه ووطني وعمتي لم يكن السابع عشر من يوليو الف وتسعمائة وثمانية وسبعين حدثا عاديا في تاريخ اليمن المعاصر ولا ذكرى لتسلم رئيس جديد مقاليد الحكم خلفا لرئيس مؤقت أو آخر تم اغتياله بل كان بداية لتغيير جدري والشامل في العقلية السياسية اليمنية تلك العقلية التي استمرت لسنوات وعقود ذات لون واحد مصبوغ بالدم والمؤامرات والمكايدات السياسية وغابت فيها تماما الحكمة اليمانية والحنكة السياسية القائمة على الحوار والقبول بالآخر وذاك ما أدركه الرئيس علي عبدالله صالح سريعا بعد توليه مقاليد الحكم فالرجل كان في سباق مع الزمن وفي كل مرحلة يعد أنفاسه فربما في إحداها يكون النفس الأخير استطاع بحنكة سياسية إخماد الخلافات والمؤامرات والدسائس السياسية ووحد القوى التقليدية في المجتمع ونظم سلوكها بالاتجاه نحو الديمقراطية على مبدأ الشراكة المجتمعية في السلطة والتروة وهو ما أنتج سريعا تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام كمضلة سياسية ورافعة لجميع أبناء اليمن دون السثناء وملتقى عام للحوار بين أبناء الوطن الواحد وهو من عكس على الحياة السياسية والاقتصاد الوطني فشهد شمال اليمن نهضة اقتصادية واجتماعية وتعليمية وخدمية غير مسبوقة كان عكاس للاستقرار السياسي القائم على الحوار والقبول بالآخر فكر أثر إيجابا على العلاقات الخارجية وأهمها النظام السياسي القائم في شطر اليمن الجنوبي والذي كان يشهد انقسامات وصراعات دامية بلغت دروتها في الثالث عشر من يناير الف وتسعمائة وستة وثمانين والتي مثلت تحديا للعقلية السياسية في الشمال وطريقة التعامل معها فكانت الدعوة إلى الحوار وتجنب الاقتتال بين الإخوة هي ما جاء من صنعاء وأعلن عنها الرئيس علي عبدالله صالحة الحفاظ على مكاسب ثورتي سبتمبر واكتوبر فعليكم أيها الأخوة الوقف الفوري لإطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار موقف عزز ثقة من فكر النظام السياسي في صنعاء وفتح الباب على مصراعيه لتحقيق الوحدة اليمنية بالحوار والتفاهم وتغليب المصلحة العامة وهو ما تجسد في رفع راية الوطن خفاقة في صبيحة الثاني والعشرين من مايو الف وتسعمائة وتسعين لتشهد دولة الوحدة تحديات وصعاب عدة كان أبرزها ترسيم حدود البلاد الشمالية والشرقية وبما أن الرئي صالح كان مؤمنا وعرابا للحوار فقد أبى إلا أن ترسم الحدود بالحبر على الورق لا بالدم المسكوب على الأرض فأنجز في أكتوبر من العام الف وتسعمائة واثنين وتسعين اتفاقية الحدود الشرقية مع سلطنة عمان واستمرت المفاوضات مع الجانب السعودي حتى أنجزت اتفاقية جدة مطلع الألفية الجديدة ليغلق أهم وأصعب الملفات التي واجهتها دولة الوحدة وفي جميعها سادت لغة الحوار وتحكيم العقل ذات العقل والحنكة السياسية تجستت في تجنيب البلد حربا مع إيريتيريا بعد إقدامها على احتلال جزيرة حنيش لكن رجل الحوار والسلام استعادها دون أن تراق قطرة دم واحدة وكذلك ظل الرجل على عهده متمسكا بالحوار حتى في أصعب الظروف السياسية وأكثرها تعقيدا فطوال أزمة 2011 بحى صوته مناديا بسلام وداعيا إلى الحوار وتجنيب البلد التشضي والاحتراب مع أن البعض رأى في ذلك ضعفا وتنازلا عن حقه لكنه غلب منطق الحوار ووقع على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة وحتى بعد مغادرته السلطة ظل داعيا للحوار ومناديا به فنحن ندعو الجميع إلى أن يتجنب الصدام والاحتلال والتدمير المؤسسات وندعوهم للحوار مرة أخرى ويقاف إطلاق النار والالتزام بما توصل إليها الناس من حوارات أو مخرجات لهذه الأزمة سواء كانت من قبل المستشارين التابعين للرعاة أو من قبل المبعوث الأممي للأمم المتحدة الذي هو جمال بن عمر تجنب الصدام إن المتأمل في حياة الزعيم الراحل علي عبدالله صالح يجد أنه مخرج السياسة اليمنية من لغة السلاح وحوار القذائف والدبابات إلى لغة الأفكار والبرامج السياسية والخطابات الديمقراطية القائمة على الثوابت الوطنية كالثورة والنظام الجمهوري والوحدة والذي اختتم حياته كما بدأها دفاعا عنها ومؤمنا بها